بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس استخدام الآلة الحاسبة في طرح الأعداد أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا التعرف على فائدة الآلة الحاسبة ثانيا التعرف على رموز داخل الآلة الحاسبة ثالثا التعرف على أشكال الحاسبة رابعا استخدام الآلة الحاسبة لطرح الأعداد أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على فوائد الآلة الحاسبة ما هي فائدة الآلة الحاسبة هيا نتعرف على فائدة الآلة الحاسبة إذن أحبايا الطلاب والطالبات فائدة الآلة الحاسبة نستخدم الآلة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية إذن نستخدم الآلة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية مثل عملية الجمع الطرح الضرب القسمة وأيضا القسمة إذن نستخدم الآلة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية الجمع والطرح والضرب والقسمة وأيضا هنا نستخدم الآلة الحاسبة لأنها أسرع في إجراء العمليات الحسابية إذن أحبايا الطلاب والطالبات نستخدم الآلة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح والقسمة والضرب وأيضاً نستخدم الآلة الحاسبة لأنها أسرع في إجراء العمليات الحسابية أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن ها هي أشكال الآلة الحاسبة إذن هيا نتعرف على أشكال الآلة الحاسبة ها هو الشكل التقليدي إذن ها هو الشكل التقليدي للآلة الحاسبة وأيضاً ها هو شكل من أشكال الآلة الحاسبة إذن ها هو أيضاً شكل تقليدي آخر وأيضاً توجد الآلة الحاسبة في الجوال إذن توجد في الجوال وتوجد أيضاً في جهاز الأيباد والحاسب الآلي وأيضاً في الأجهزة اللوحية إذن وأيضاً يوجد في الأجهزة اللوحية إذن حباي الطلاب والطالبات توجد الآلة الحاسبة إذن لدينا شكل تقليدي كما هو واضح هنا يا أبطال ها هو الشكل التقليدي وأيضاً يوجد في الجوال وأيضاً يوجد في جهاز الأيباد وأيضاً موجود في الأجهزة وهنا في الأجهزة اللوحية وأيضاً الأجهزة الشخصية أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات هيا نتعرف على الرموز داخل الآلة الحاسبة هيا نتعرف على الرموز داخل الآلة الحاسبة لدينا هنا علامة الجمع إذن ها هي علامة الجمع ولدينا هنا إشارة أو علامة الطرح وهنا علامة أو إشارة القسمة وها هي إشارة الضرب وها هي إشارة أو علامة يساوي إذن لدينا هنا إشارة الجمع وإشارة الطرح وإشارة القسمة وإشارة الضرب وعلامة يساوي أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات درسنا لهذا اليوم هو استخدام الآلة الحاسبة في طرح الأعداد إذن سوف نتعرف على علامة الطرح إذن سوف نتعرف على علامة الطرح أو إشارة الطرح ها هي إشارة الطرح إذن سوف نتعرف على إشارة الطرح لطرح الأعداد إذن إشارة الطرح ها هي إشارة الطرح إذن سوف نستخدم الآلة الحاسبة في الطرح إذن هنا تعرفنا على إشارة الطرح أحباي الطلاب والطالبات لدينا في هذه الآلة الحاسبة إذن سوف نضع خطا أسفل إشارة الطرح أين هي إشارة الطرح الموجودة داخل الآلة الحاسبة هيا يا أبطال أحسنتم ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح الموجودة داخل الآلة الحاسبة إذن أحباء الطلاب والطالبات هيا نلون إشارة الطرح إذن هنا ننوح على أولياء الأمور أن يقوم ولي الأمر برسم إشارة الطرح ويقوم الطالب بتلوين هذه الإشارة هيا نقوم بتلوين إشارة الطرح هيا يا أبطال هيا نلون إشارة الطرح إذن هيا نقوم بتلوين إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح هيا نقوم بتلوين إشارة الطرح ها هي إشارة الطرح أحسنتم يا أحباء الطلاب والطالبات وهنا يا أبطال ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح يا أحباء الطلاب والطالبات إذن يجب علينا أن نتعرف على إشارة الطرح لكي نعرف هذه العلامة أو الإشارة داخل الآلة الحاسبة إذن أحباء الطلاب والطالبات هيا نشاهد هنا الوسائل التعليمية هيا نشاهد لدينا هنا أشكال الآلة الحاسبة إذن لدينا الشكل التقليدي الآلة الحاسبة إذن ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح وهنا أيضا ها هي إشارة الطرح إذن لدينا في هذه الآلة الحاسبة ها هي إشارة الطرح وأيضا هنا لدينا في جهاز الجوال ها هي إشارة الطرح أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا أشكال الآلة الحاسبة إذن أشكال الآلة الحاسبة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا في هذا التمرين الإثرائي هنا سوف نضع خطا أسفل إشارة الطرح إذن حبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا إشارتان أين هي إشارة الطرح يا أبطال إذن هيا نضع خطا أسفل إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح أحسنتم ليست هي إشارة الطرح إذن هذه إشارة الجمع إذن ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة إشارة الطرح إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بإحضار ورقة ونقوم بكتابة إشارة الطرح هيا نقوم بكتابة إشارة الطرح هيا نكتب يا أبطال هيا نكتب إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح إذن ها هي إشارة الطرح أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر